اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعنوين البرنامج بالأمس حقيقة ذاق الوقت عن الإجابة عن بعض الأسئلة عندي الأخ أبو أحمد من رأس الخيمة والأخت أم أحمد من العراق أجلنا الإجابة إلى هذا اليوم طبعا أبو أحمد يقول بأن عم والد الحرمة يقول بأن ما عق عن عياله والأولاد الآن بالغين يقول ماذا عليه الآن أبو أحمد الله يرضى عليك و بالك فيك أخبر عمك بأنه يعق عنهم الآن يعق عنهم وهذا قول مشهور عند الفقهة رحمهم الله تعالى و حفظ الأحياء على أن العقيقة تبقى و من أهل العلم ذهب بأن العقيقة تنتهي بالبلوغ فإذا بلغ المولود يعني بلغ الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى خلاص انتهت العقيقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهم بعقيقته قالوا الغلام هو الذي لم يبلغ لكن هناك قول آخر قالوا تبقى لفعل السلف كانوا يعقون عن أولادهم إذا كبروا فلذلك إذا أحب الآن يعق عنهم طيب بارك الله فيه و أسأل الله تعالى أن يتقبل منه طيب خلنا أخذ هذه المجموع اللي تنتظر ما نحب نطول عليها تفضل يا محمد من ليبيا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهل النساء يا شيخ بارك الله فيك وفيك بارك أنا أطفلت ليك قبل سنة ولا سنة وشوية عندي مشكلة وسواس قهري وسواس أيوة أعطيت لي بعض النصيح والحقيقة استفرت منها يعني في موضوع عندي غازات حشاك ونعاود في الوضوء وكذا الحمد لله الآن استفت تقول الحمد لله لا حقا استفرت ولكن عندي مشكلة تانية نفس الشيء في الوضوء نطول في الوضوء نكون ناخذ نفتعة في الوضوء تحتل بعض التخيلات نعم ونعتقد أن الوضوء قبل ونعاود الوضوء نعم مشكلة يعني نعاود في الوضوء نعاود في الصلاة في مرة ثانية ونصلينا خمسة وقات في الجامعة ولكن في مشكلة شوية عندي إن شاء الله يا محمد تسمع إن شاء الله النصيحة بحول الله عندي مشكلة تانية يا دكتور في مشكلة تكبيرة الإحرام نعاود فيها مرتين وثلاثة وأربعة حتى نأخر فيها ممكن من غير مبالغة نصف ساعة يعني وننكبر ونعاود نقول غلط وتكبيره ونعاود مرة ثانية ونعاود تكبيرة الإحرام نصف ساعة والله النصف ساعة يا شيف طيب ونت في المسجد ولا في البيت لا في المسجد نكبر على الإمام ونولي مرة ثانية لما الإمام يركع نكبر مرة ثانية طيب طيب يا محمد مرة الزوارية ركعة أولا مرة الثانية ومرة نجينا نصلي الشفاء وقتر في الفوش نولي نعاود تكبيرة ومردين وثلاثة لما نكون في الفوش نطول أكثر إن شاء الله يا محمد تسمع بحول الله النصيح وقت الشيخ عندي مش للتخيلات يعني نتخيل في حاجات في ذكية ذي الانتشار جلك الله ذي كده يعني إن شاء الله كلها إن شاء الله بحول الله تسمعها بعد شوي بحول الله فضل رويدة السلام عليكم يا سيسر وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ سألتك أول أمس عن جدتي والذي الذي عطوها لحمة الكلب هم أولادها ونفس أحفادها نفس الشيء عموما نفس الشيء أخت الفاضة سعون أولادها وأحفادها وجيرانها حكم واحد عموما بس أسألك يا شيخ لو توفت وهم لا يعلمون كيف لو توفت جدتي وهي لتعلم بالذي فعلوها أولادها بها جدتك ما تعلم طيب يا رويدة شيخ في هذا العام يقولون أنهم فطروا يومين والدتي قامت في قضائهم ما يتوجب علينا نحن القضاء أعيدي يا رويدة أعيدي في هذا العام يقولون فطروا برمضان يومين يتوجب علينا قضائها أفطرت يومين يقولون أنهم فطروا يومين بهذا العام الناس يقولون بأننا أفطرنا يومين أيها برمضان يتوجب علينا نحن قضاؤها إن شاء الله يرويدة طبعا أمني قضائتهم ما يحفظ بذلك إن شاء الله أهلا وسهلا فضلي أغاية من غادة فضلي بالشارقة السلام عليكم عليكم السلام عليكم يا شيخ أنا أحب طلب العلم وأحب حضور مجالس العلم لكني لم أستطع إقناع والدي بأهمية ذلك فائثة حتى يتيسري الأمر حاولت كثيرا وما في فائدة فماذا تنصح مني في إقناعها بحول الله إن شاء الله مرحبا أبو عبد الله السلام عليك شيخ عزيز أعيكم السلام أحضر الله يا شيخ الله أحفظك أن أصدق قبل كم يوم تقريبا مشانة موضوع الزكاعة فالحين نسيت حاجة هل يجوز يعني من إعطاء الزكاة من مال الزكاة يعني يشتري مواد غذائية بدل ما يدفع المال إن شاء الله أبو عبد الله بدل ما يدفع المال يعني يجوز أن نعطي نشتري مواد غذائية ونعطي للناس هل واضح نعم واضح تسمع الجواب جزاك الله خير أستاذ مرحب أبو عبد الله أبو سعيد السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم مرحب أبو سعيد عندي ثلاثة سلحة يا طيب خضر أخوين أسأل أول ما هي الأعمال التي تجعل العبد مستجاب الدعوة وهل الدعاء من ضمنها أن تقول الله ما أجعلني مستجاب الدعوة إن شاء الله إن شاء الله السؤال الثاني العايتين في سورة الشورى فأشتغف قومه وأطاعوه أنهم كانوا قوم فاسغين فلما أسفونا أنتغمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ما معنى أسفونا ومعنى الآيات في شكل إن شاء الله والسؤال الثالث إذا وجد شيء من الحسد يعني على البال وفي النفس ولكن العبد يعني الإنسان لا يريد يعني يتحقق على الواقع يعني يختر على بالك إذا هو في قلبه شيء ولكن لا يريد يتحقق في الواقع ما الحكم إن شاء الله أخوي أبو سعيد أبشر مرحبا مرحبا فضلي عزة علو فضلي أهلا شيخ مرحبا مرحبا أختي شيخ الله يتول عمرك بس تلسل منك بالنسبة للرقي الشرعية يجوز رقي نفسي أو حتاني يرقي الرقي الشرعية هي لأنه بيقولوا لي أخذي غرشة ماء وغرين عليها صورة البقرة والفاتحة والمعودتين هل هذا صحيح ولا لا إن شاء الله يعزة الله يتول بعمرك شكرا مرحبا أختي نعم فضلي وقفة وقفة من العراق السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله شيخ عندي خمس أس عليها طلاب لا سمعت فضلي أختي تفضلي السعالة الأول ستابون تعلمي يا شيخ شنو حكم يعني عندي أمني عندها قزمة صغيرة وتوفت وجبتي أم أبوي خذت ستابونة وقالة قريبا قصيبا يعني أمي خائجة ستابونة تقول يعني الصوت غير واضح ممكن تعيدين السؤال لو سمحت يعني سابونة الميت يا شيخ يعني تبعي مضر أمي تقول جبتي خذت السابونة دارك أريد أغسل يعني بها مضر أمي تقول خاف يعني بها مضر على أولادي يعني الصابونة اللي غسلتم فيها الميت أخذت جدتك تغسل فيها أي وش تعتقد اعتقاد معين يعني أي تقول خاف بها مضر على أولادي خاف خاف إيش يعني أم يوم يتقول يعني خاف بها مضر على أولادي أي مضر طيب السؤال الثاني وما تقول يعني السنة ما تتأخذ يا أمر 11 سنة ويعني تقول خاف يعني بها مضر هاس يعني يعني طيب فهمنا الصابونة عطينا السؤال الثاني الثاني يعني 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 أكون منها السابة وقفة الله يرضالي عليك والله أخت الفاضلة ما فهمت شيء من سؤالك أبدا اختصر السؤال الله يرضى عليك عطيني بس شو اللي تريدين من السؤال لا تطولين عطيني السؤال ما هو يعني أكون شيء اسمه تابع على عرض أني مكتوب بالغرعان أصبر 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 أكون شيء اسمه إيش تابع 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 إيه تابع ها إيه تابع يعني المسؤال يقول لأمه أكون شيء تابع يعني على أبونا يعني هل يروح له يعني راحت له هل يديت لك عمره بعد سنة ها سنة أمه يعني خائزة تقول صحيح أكون شيء مذكور بالغرعان اسمه تابع يعني تابعه يتبع الميت لا لا يعني يقول هل يروح له أولاد يقولون تابع يعني على أولاده هل يموت والله ما فهمت يا أختي السؤال لا 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 خليها ما فهمت يا وقف السؤال أعيد السؤال من جديد شيء في القرآن اسمه تابعة يعني أكون تابعة المذكورة بالغرعان طيب عطيني السؤال الثالث يلا عطيني السؤال الثالث فهمت يا شيف الله يعين بس لا ولا ما فهمت لكن بحاول أجيب لك يمكن أن تقصدين تبع ولا تقصدين شيء الآن يا وقفة بغيت أقول تابعة يا وقفة في وحدة عندك في وحدة عندك تلقنكي خليها تكلم هي اتفهمني بدل ما يصير تلقنكي وكذا وطوله يلا واجي الوالد معاك يا شيف يلا عطيني الوالد مرحبا يا شيف مرحبتين أنا خالفة يعني أقول 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 مذكورة بغرعان يعني تابعة على الظناء أنا راحني برأي برأي زغيرة وبرأي أتنى عمرها وأنا عربت ملابس أستق يعني مربوسات يقول الله حريم أني تلبسون ملابس مربوسات طيب إن شاء الله هذه فهمتها الآن فهمت عطيني السؤال الثالث آآ أساني آآ أساني يا شيخ أبوي وعدي مات لا يطور ولا يطني يعني قدير يعني لا 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 يعني كل أجيله بعد 2 و5 أنا طوله لا لا والله ما فهمت رجعين الوقف أحسن ما يصلح الله يرضي يعني وعدي وعدي طيب طيب أعيد السؤال مات 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 ها ها يا والدي والدي توفع لا يصوم ولا يصلي ما يصوم ولا يصلي ها آآ أه يعني يعني يصير أنا أصوم له باب 2 و5 هو هو هذا والدكم ايه والدي انا والدي انا طيب ايش تبغى انت سوي له انت الان ايش تبغى تسوي له اه اني يعني شوحكم معاو الميطوم ليتاللي يطير الطوم لاثنان وخميس ان شاء الله يا وبفا عطينا السؤال الاخير اه يا بنتي بنتي التوسط ايه اه يعني حقيته بذل مرات قبل ما يغسلونها يعني تشعر بي ولا لا حبيتيها قبل ما يغطونها ايه قبل ما يغسلونها قبل الغسول قبل الغسول ايه يعني تشعر بي ولا لا ان شاء الله يا اخت الفاضل ان شاء الله ان شاء الله اه يعني والرابع ها يلا طيب اتفضلي ايه اتفضلي الرابع من الرغبة سكيشاف يلا تفضلي يعني الودي اللي ياخذ فلوس بذكانة يعني لي راح أتحادث بريك يا ببول لك بل حادث وخذي فلوس فلوس بجاءة 5 ملايين يعني حلار ولا حرار فلوس هذه فلوس اي اي خذينا ودي ودي 5 ملايين يعني حرار ولا حلال هذا بسبب الحادث ها اه بسبب الحادث الودي اي ودي الحادث طيب طيب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طيب طيب اخر اتصال سارة تفضل يا سارة من فرنسا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلامة رحمة الله عندي سؤال يا شيخ لو سمعت تفضل يا اختي يا شيخ صار لي هلأ تقريبا شهرين ولد والان كنت نقية وصار لي يعني يا توضع وصار لي وهلأ صار لي تقريبا اه خمس ستة ايال اه عندي لا اعرف يعني دورة شهرية او يعني توقفت عن الصلاة فهل ما فعلته ما افعله يا شيخ يا جوز ام يعني لانه عندي الم يعني تقريبا الم العادة الشهرية يعني طيب النسبة لدم النفاس كم استمر معاك اه يا شيخ استمر يعني شهر ونو تقريبا يعني اه لا شهرين شهرين الدم استمر معاك اه اي نعم يعني نقول استمر معي يعني تقريبا شهرين بعدين لقيت نفسي يعني طاهرة وكنت كنت اصلي يعني بس خمسة ايام وستة ايام بعدها صار لي يعني عندي دم يعني يا سارة انت مكدت ستين يوم في النفاس اه نعم تقريبا لم اكملها بعد لانه كان عندي ولادة قيصرية طيب سؤال اخر نعم عندك سؤال اخر لا لا بس هالسؤال اللي محيرني يا شيخ ان شاء الله تسمعين الجواب بحول الله ام سارة ها يلا ام سارة بارك الله في الجميع طيب ارجع الى سامحوني نجيب على الاسئلة ان بقي وقت ان شاء الله نستقبل اتصالاتكم يعني وسامحون ابو احمد ايضا الله يبارك فيه امس من رأس الخيم يقول لما نسافر يوجد في بعض الدول الاجنبية مصلى وهذا المصلى يوجد فيه جميع الديانات يقول يوجد فيه صوار وتماثير وكتب لغير المسلمين وشيء من هذا القبيل طبعا انا حاولت اصح لابو احمد الفكرة اللي انا اعرف على الطلاع يوجد مصليات خاصة بالاديان الثلاثة تقريبا او الاربعة المسلمين واليهود والنصارى وحيانا اللي اظن البوذيين او شيء قال لي لا في غرفة واحد في غرفة واحدة ما يصلح يا اخي الفاضل ما يصلح هو اصلا عندنا في الفقه الاسلامي جواز الصلاة في الكنيسة يجوز 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 يصلي الانسان في الكنيسة لكن صلاتك انت لله عز وجل لكن ان يكون هذا المحل معبد الجميع الديانات كيف يصلي الانسان وكيف يعبد الله عز وجل وبعدين اخوي ابو احمد الله يرضى لك من فضل الله علينا ومن ما خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام من دون سائر الانبياء اعطاه الله خمس يقول عليه الصلاة والسلام اعطيته خمسا لم يعطهن نبي قبل ومن ضمنه وجعلت لي الارض مسجدا وطهورة وجعلت لي الارض مسجدا وطهورة ولذلك بعض المسلمين للأسف عنده تشدد وتنطع غريب جدا يعني لما يجي يصلي لازم يصلي في مسجد اذا كان مسافر طبعا او مصلى او لازم يختار غرفة اسمها المسجد او غرفة المصلى كأنه ابدا الصلاة لا بد تكون في غرفة او في محل ولا كذا لا يا اخي الفاضل طبعا الكلام مبلك يا ابو احمد للجميع انا بس اوجه توجيه كامل الارض كلها مسجد وطهور يعني لو جيت في المطار اذا صليت في غرفة الحمد لله صليت في الصالة صالة الانتظار ما في بأس صلي في الطيارة صلي في مكان اهم شيء لا يكون طريق ممر مطروق اللي تطرقه الارجل في زاوية مثلا بحيث انك بعيد على التشويش وكذا اي مكان لا يلزم يا اخواني انه لازم الان اختار فاذا وجدت مثل هذه الغرف ما يمكن تصلي عدل ما يمكن تصاوير وتماثيل واشياء منها القبيل هذا يشوش عليك ولذلك تصلي في المكان يعني في مكان اما اذا وجدت غرفة قبل الله دي غرفة الصلاة المسلمين طيب انك تصلي فيها ام احمد من العراق بالامس تقول عندنا بضايع تباع بسعرين النقد بكذا والاقصاط بكذا ما الحكم الجواس ما في شيء اخت الفاضل بشرط واحد وهو ان البائع والمشتري يتفقاني على احد السعرين قبل انفضاظ المجلس قبل ان يعني يفترقاني من المجلس ولذلك الان بعض الناس يا ام احمد يقول لك والله هذه البضاعة سعرها مثلا مية وهذه مية وعشرين ليش قال لي ان هذه نقد وهذه بدين اقصاط شيء طبيعي القصط هذا اللي يضيفه في مقابل الاجل الزيادة هذه في مقابل الاجل ما في شيء طبيعي طيب انسان يخسر كل بائع عنده النقد افضل ولذلك تلفاظ الاهم شيء لما يعرضون عليك السلعة يقول لك والله هذه مية وهذه مية وعشرين تختارين احد البيعتين قبل ان تنصره يعني قبل ان تفترق بالابداد تقول اريد هذه انا اريد كاش اريد ادفع الان نقد تقول لا او مثلا لا لا انا اريد اقصاط انا ما عندي سجل اقصاط وتوقعين بينك وبين عقد ما في شيء بارك الله فيك محمد من ليبي طبعا يقول بان اتصل بي قبل سنة وكان عنده وسواس قهري واستمع الى مجموعة نصائه يقول الحمد لله الفضل لله استفدت كثيرا لكن يقول بقي عندي مشكلة في الوضوء ومشكلة في تكبيرة الاحرام يقول عندي تخيلات يريد نصيحة في هذا يا محمد بارك الله فيك لا ترجع الى الوراء لماذا ترجع الى الوراء يا محمد وقد عافاك الله عز وجل وشفت وذقت العافية وذقت الراحة أليس كذلك أنا أجزم يقينا أنك بعد ما أخذت النصائح عشت نعيم وسرور ولذة كنت تعاني جحيم وتعاني قلق وتعاني أزمة بسبب هذا فأنت قاعد ترجع للوراء ما ينبغي لك يا محمد بارك الله فيك يجب أن تكون عندك عزيمة يجب أن تكون عندك إقدام ويجب أن تنتصر على الشيطان ولا يهزمك الشيطان هذه كل وساوة الشيطانية يعني معقول أنك تبقى في الوضوء نصف الساعة الوضوء ما يستخدق دقيقتين أو دقيقة ونصف كثير دقيقة ونصف غلط يا محمد الله يرضى عليك شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضى كان يتوضى بمقدار هذا الكوب أو أقل منه بعد كان يتوضى بمقدار هذا الكوب أو أقل منه عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد هذا المد هذا كفي رجل المعتدل ويغتسل بالصاع أربعة أمداد ويزيد أحيانا عليه الصلاة والسلام ولذلك يا أخي الفاضل ارجع إلى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام سمع الوضوء هل أنت أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة وتكبيرة الإحرام هل أنت أحرص من الصحابة والتابعين وكبار العلماء في مسائل الوضوء والسلام شوف وضوءهم كيف الإمام أحمد رحمة الله عليه بن حنبل يقول أحد تلاميذه والله كنت أستره أمام الناس إذا توضى خشة أن يقول الناس هذا ما يعرف يتوضى كيف؟ قال ما ينزل شيء على الأرض ما يبلد تراب من الماء الوضوء يتوضى بشكل يسير جدا يعني بأقل من هذا أو بمثل هذا هكذا وهم جهابذة عمالقة في العلم فيا أخي الفاضل بارك الله فيك أنت الآن مطالب بأنك تنتصر على شيطانك مطالب جدا بأن تكسر هذا الحاجز وأن تقدم في قضية الوضوء وأن تنتهي عن مثله هذا ولذلك يا أخي الفاضل أنت الآن يا محمد أنت الآن يجب عليك أن تغتسل مرة واحدة في أعضاء الوضوء لماذا؟ حتى تخزي شيطانك وتنتصر عليه وحتى فعلا تكون على الطريق القويم والصراط المستقيم وعلى الاتماع للنبي عليه الصلاة والسلام الشيطان الآن شم قلبك فوجدك عندك مشكلة في قضية الطهارة فدخل عليك هذا المدخل ولذلك التخيلات التي تجدها من وين؟ من الشيطان يحاول أن يلبس عليك ديلك يحاول أن يدخلك إلى دائرة القلق والوهم الآن قلتني في تكبيلات الحرام تضيع الصلاوات طيب طبيعي نصف ساعة تعيد وترجع ديك في تكبيلات الحرام هتجنون يا أخي محمد سامحني هتجنون كيف الإنسان يعيد مراته وصلى خلف إمام تكبر ثم ترجع تكبر ثم ترجع ونصف ساعة وطوفك الصلاة تفوت عليك الصلاة فيا أخي الفاضل بارك الله فيك أخلص نيتك لله وأصلح طويتك لله سبحانه وتعالى وراقب الله فيما تفعل واعلم بأن هذا الوسواس معصية لله لا تظر أنك في طاعة لا تظر أنك إذا مكت نصف ساعة أنك مطيع لله وحريص على دين الله أنت عاصي لله لازم تفهم هذا الشيء لازم تفهم هذا الشيء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد لما مر عليه ويتوضأ ويسرف قال لا تسرف في الوضوء قال في الماء قال أوه في الوضوء سرف قال نعم ولو كنت على نهر جار لو أنت عند نهر ضفة نهر تتوضأ ما يجوز لك تسرف تأخذ بقدر يسير حتى لو كان النهر يجري ما تسرف في الماء هذا تدين هذا تقرب إلى الله هذا دين لما تقتصد في الماء قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أقوام من أمة يعتدون في شيئين في الطهور والدعاء ووجد في الدعاء لاحظ في رمضان شوفوا الاعتداء في الدعاء من خلال دعاء القنوة كيف يمطمطون وشقشقون ويتفرعون ويبالغون ويتغنون بالدعاء ما أنزل الله به من سلطان وشوف المسألة الطهور كيف يبالغون الآن نصف ساعة وثلاث أرباع الساعة وساعة بعضهم يجلس في الوضوء وفي الاغتسال فيا أخي الفاضل اتق الله خاف الله عز وجل في نفسك راقب الله اتبع نبيك عليه الصلاة والسلام خذ أحد كتب دواوين السنة وشوف كيف كان يتوضى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتوضى صلى الله عليه وسلم يتوضى بالمد ولما قال لرجل والله ما يكفيني قال لقد كان يكفي من هو خير منك وأكثف شعرا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام فيا أخي الفاضل مهم جدا أنك تكسر هذا الحاجز ويجب أن تنتصر على شيطان كالشيطان ضعيف وساوسه وأوهامه تتحطم على صخرة الإيمان والاتباع في قلبك للنبي عليه الصلاة والسلام أعد يا أخي الفاضل يعني حاول أن تراجع عمورك ومهم جدا أنك تبدأ من اللحظة من الآن أنك تعصي الشيطان تدري كيف تعصي الشيطان يا محمد الآن تتوضى مرة واحدة فقط تغسل يديك زين تتمضمضة وتسنشق مرة واحد تغسل وجهك مرة واحد تغسل يديك إلى مرفقين مرة واحد تمسح برأسك طبعا مرة واحد قدمك تلاحظ أنك تغسلها مرة واحد ودأوا وحاول قدره ما استطاع أنك توقت لنفسك دقيقة واحدة كفاية كفاية دقيقة واحد وهذا هدي النبي عليه الصلاة أنا ما جبت شيء من كيسي وما جبت شيء من جيبي هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي الصحابة الكرام رضي الله هدي الأم الأماثل قلت لك الإمام أحمد إمام أهل السنة كيف كان يتوضى هذه مسألة دينية يا أخي الفاضل حتى لو كان عندك وفرة في المياه ما يعني يجعلك هذا تذهب فتعصي النبي عليه الصلاة والسلام وترتكب مثل هذه الأشياء وبعدين تكبيرة الإحرام لماذا هذا العنت ولماذا هذه المشقة وهذه الصعوبة وهذا الأمر الذي جلبته على نفسك تكبيرة الإحرام الناس كلها هذه مليار عندنا وما أدري كم اللهم بارك في أمة محمد كلهم إذا جئوا صلوا الله أكبر وانتهينا وين المشكلة ذي هذا من الشيطان ولذلك أنت الآن يعني باختصار أنت تطيع الشيطان أنت الحمد لله أخذت النصائح السابقة والحمد لله يعني شفيت شفاء كبير وبقي عندك مسألتين ما زلت يعني بينك وبين الشيطان نظهر عقد لا انقذ هذا العقد وعص الشيطان وأكثر من الاستعادة بالله تعالى منه ومن شره وتوهينه وكيده ومكره وتلبيسه عليك ولذلك الصلاة القادمة أظن ما أدري أظن العصر ما أذن عندكم بعد مباشرة الآن الآن الله أكبر أعوذ بالله تأتي بدعاء لاستفتاح ولا ترجع ما ترجع انعقدت صلاتك أخي محمد تدري أن بعض العلماء يقول من كرر الركن بطلت صلاته الذي يكرر الركن يقول علماء بطلت صلاته بالاتفاق على أن من كرر الركن الفعلي متعمدا بطلت صلاته يعني لو ركعت مرتين بطلت سجدت ثلاث مرات أو أربعة متعمدا أو شاكا أو موسوسا عفوا موسوسا بطلت صلاته الركن القولي قال العلماء أيضا تبطل في قول بأن من كرر الركن القولي مرتين كالفاتحة أو تكبير العرام بطلت صلاته أيضا وفي قول بأن الفاتح إذا كررها ما تبطل لأن الثاني تكون سنة لكن تكبيرت العرام كيف الآن أنت دخلت في منطقة التحريم ثم طلعت منها ودخلت مرة ثانية وطلعت منها ودخلت وطلعت هذا لعب بدين الله سامحني يا أخي الفاضل هذا لعب بدين الله الشيطان يلعبك أنت لما تقول الله أكبر الله عزيز يقول ارفعوا الحجوب بيني وبين عبدي فلما رجعت خرجت عن صلتك بالله عز وجل حرمت نفسك هذا الأمر وقعت في أمر محزن يوم أن يقول الله سدل الحجوب بيني وبين عبدي يغضب عليك ربنا جل وعلا فيا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك دعك من هذا وبعدين عليك في أذكار الصباح أذكار المساء صدقني يا محمد بارك الله فيك يمكن أكبر ما أكثر ما يمكن يفيدك في هذا طلب العلم الشرعي خاصة تقرأ في الحديث وفي الفقه مثلا وفي العقيدة هذا يضيف لك إضافات عظيمة ولذلك ستكتشف أشياء عجيبة تضحك على نفسك فيها كيف كان الرسول يصل كيف كان الصحابة يصلون كيف كان يتوضعون كيف كان علماء يعني تستغرب تقول فعلا تضحك على نفسك تقول أنا وين ضايع فيا أخي الفاضل احرص على الإخلاص احرص على كثرة الدعاء الاستعادة بالله تعالى من الشيطان الرجيم وشركه وشره وكيده أكثر بارك الله فيك من طلب العلم الشرعي احرص على صلاة الجماعة فإن خير معين لك على مسألة الانتهاء الوساوس والنقطة الأهمة اللي أريدك اليوم 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 الساعة هذه أنك تنتهي عن مثل هذا إذا توضأت لصلاة العصر لا تزيد على دقيقة دقيقة ونصف وتوضأ مرة واحدة واخذي الشيطان إذا جيت تصلي الله أكبر انت كسرت الحاجز بهان ستجد بأنك فعلا يعني تخلصت من القيود والغل اللي كان في عنقك والقيد اللي كان في رجلك ويدك وانتصرت على الشيطان ودخلت فضاء رحب من السعادة والسرور واللذة اللي يعيشها كثير من المصلين ولله الحمد هذه نصيحة لك بارك الله فيك رويدة من اليمن تقول بأن يعني هي سألة فيما سبق بأن جدتها يعني أطعموها بعض بعض ما ذكرت عموما تقول بأنها لحم كلب على أساس أنها مريض وما تدري وشيء تقول الآن هي لا تعرف بمرضها ولا تعرف بهذا اللحم الذي أكلته تقول هل نأثم إذا أخبر ما أخبرناها لا ما تأثمون يا أخت الفاضة ما تأثمون ومسألة اللحم اللي ذكرته لا تذكروا لهذا لأن هذا ممكن يصيبها بصدمة ويصيبها بحالة نفسية ولأن الكبار السن تحديدا ما يتحملوا مثل هذا الشيء ويستصعبونه ولذلك أتركوا هذا الأمر الإثم والخطيئة على من أطعمها إذا كان عامدا متعمدا أما إذا كان مخطعا جاهلا فالله يغفر للجميع بالنسبة للمرض هذا راجع لحال المريض في بعض المرضى يخبرون بالمرضى اللي عندهم ويتلقونها بصدر يتلقونها برضى وبتسليم وبحمد لله عز وجل وعندهم من الشجاعة والقدرة على أنه يتجاوزون هذا الأمر الشيء المعروف ولذلك طيب إذا كانت بهذه الصفة وفي مرضى لا معروفين بعض الناس عنده خوف وعنده هلع وممكن إذا أخبرته يزيد عليه المرض ولذلك أحيانا بعض الأطباء تجد يخبرون بعض المرضى لأن عندهم واضح هناك معطيات أن هذا المريض تحمل وبعض المرضى لا يخبرون أهلهم يقول الله فيه الشغلة الفلانية أنتم عاد دبروا مريضكم فلذلك تلفاضلة هذه مسألة ترجع لأشياء طبيعية ما لها علاقة بقضية الحلال والحرام رويدة تقول بأن يعني الناس قالوا بأن رمضان الماضي علينا يومين الصيام لازم تقضونهم تقول قضيناهم يا رويدة بارك الله فيك لا يجوز للمسلم أن يصغي بسمعه إلى قيل وقال وإلى أقاويل الناس وكذا هذه مسائل دين ومسائل شرع فلا يجوز ولذلك في ظاهرة غريبة جدا في السنوات الأخيرة تروج خاصة مع وجود هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غريب والله إني أنا أحيانا لا أعجب من الجهال وكذا أعجب من بعض المتعلمين يقولك والله صحيح علينا يوم من قالك عليك يوم الحمد لله الناس يعني صاموا برؤية الهلال وثبتت عند المحاكم الشرعية وثبتت عند المراصد الفلكية وثبتت الحمد للأمور وولاة أمرنا ودولنا أعلنت هذا ما في داعي لهذا الوسواس قد يكون هناك من أعداء المسلمين من من يريد الإرجاف من من يريد يعني إحداث فتنة أو إحداث كذا في الناس يشيع مثل هذا الأمر فلا يجوز المسلم أنه يستسر من مثل هذه الشائعات والأراجيف أو أنه يصدق بذلك الكلام يعني الآن اللي يروج يوم واحد الآن صار يومين ما يجوز يا أخت الفاضل ولا يجوز لك أن تقضينا على هذا الاعتبار وما صمتي هذا نفل ما صمتي هذا نفل فاتقوا الله رسالة لكل من يشاهد أن يتق الله في قضايا رمضان وغير رمضان لا تصغل للشائعات أصبحت الآن يعني الشائعة تنتشر انتشار عجيب بسبب ماذا بسبب هذه الوسائل أصبحت الآن وسائل التواصل الاجتماعي تسهم إسهام كبير في وصول المعلومة الصحيحة والخاطئة بشكل أسرع من البرق بل مثل لمح البصر فعلى الناس أن يتقوا الله وتثبتوا يقول جل وعليا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والآن التبين كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تسهل نشر المعلومة كذلك هذه الوسائل تستطيع أنك تحصل على المعلومة الصحيحة من مصادرها الصحيحة الرسمية وزارات الشؤون الإسلامية هيئات الشؤون الإسلامية دائرات الشؤون الإسلامية مكتب المفتي مثلا الجهات الإعلامية أحيانا يصل عندها خبر أما هكذا فقط والله قالوا لنا فتبتوا بارك الله فيكم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفات المؤمن الحلم والأنات الحلم والأنات ما يطير مع الطائرين ولا يعني يروج ما يروجه الآخرون غادة من الشارقة تقول بأن تحب طلب العلم لكن تقول عندها مشكلة وهي اعتراض والديها تقول حاولت إقناعهم فلم يقتنعوا يا غادة بارك الله فيك ورضي الله عنك ما في شك أن طلب العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله كما نص على ذلك جمع من أهل العلم للتعقيق وطلب العلم عظيم جدا ولذلك ربنا جل وعلا أخبر عن النبي أنه ما استزاد من شيء إلا من العلم ما طلب الاستزازة لا من دنيا ولا من مال ولا من كذا إلا من العلم وقال جل وعلا وقل ربي زدني علما ولذلك العلم له مكان عظيم في الشريعة يقول جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم نعلهم يحذرون فالمقصود يا أخت الفاضلة بارك الله فيك حاول إقناعهم قدر المستطاع و أفهميهم و ممكن أنك تأخذينهم لحلقة لمركز لتدرسين فيه لعلهم يذوقون حلاوة العلم و يعني يحبونه و أعلمي بأن طاعتهم واجبة يعني إذا كان يرفضون رفض قاطع ما تذهبين إلى مركز أو مدرسة أو شيء و أنت مثلا عندك الرغبة أقنعيهم فإن لم يقتنعوا طيعيهم لا بد من طاعتهم و الحمد لله الآن الوسائل الكثيرة في قضية الحصول على المعلومة أبو عبد الله من العين يقول بأنه يجوز هل يجوز أننا نشتري بالزكاة مواد غذائية لا يخوي أبو عبد الله الله يرضى عليك ما يجوز بارك الله ما تحول الزكاة إلى أعيان الفقير يعطى المال مال الزكاة كما هو ما يجوز تحوله إلى مواد غذائية و لا إلى بطانيات و لا إلى أي شيء من الأشياء العينية أبو سعيد من أبو ظبي يقول ما هي الأسباب أو الأعمال التي تجعل العبد مستجاب الدعوة و هل إذا دعى أيضا من ضمن ذلك نعم مستجاب الدعوة أخي الفاضل أولا أن يكون عند الإنسان إخلاص نية صلاح طوية و عندها تعلق بالله عز وجل أيضا كذلك أكل الحلال سبب من أسباب إجابة الدعاء كذلك دعاء الله عز وجل بأن يجعلك مستجاب الدعوة أو أن يقبل دعوتك هذه كلها مفيدة بحول الله و قوته أبو سعيد يسأل عن تفسير قول الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم أخي الفاضل هذه الآيات متعلقة بفرعون و قومه فقال جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه استخفهم بهذه الأقوال و بهذه الأعمال و بهذه الحركات و بهذا التضليل و بهذا السحر فأطاعوه أصلا هم قوم فاسقين كما قال جل وعلا لأنهم كانوا قوما فاسقين هم أصلا فيهم فسقوا لذلك تمنوا مثل هذا الشيء فأصلا لو كان عندهم صلاح ما قبلوا مثل هذه الهرطقيات ولا مثل هذه الخزعبلات ولا مثل هذه الدعاوة التي يدعيها فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا يا أخي الفاضل أغضبونا فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم فصلت الله عز وجل عليهم العذاب الأليم فأغرق فرعون وجنده أبو سعيد يسأل يقول إذا وجد شيء من الحسد في الإنسان يقول الحمد لله ما يطبق على أرض الواقع هل يأثم لا ما يأثم بالعكس أخي الفاضل إذا حصل ترى ما من أحد إلا ويحصل في نفسه شيء من الحسد لكن المؤمن يدفعه بالتقوى بمخافة الله عز وجل أي إنسان لابد جذوة الحسد جذوتها موجودة في القلب المنافق والعاصي والفاسق يظهرها واقع إما بقول إما بنظرة إما بفعل لكن المؤمن يستكتمها المؤمن يدفعها لأنه يخاف الله عز وجل ولذلك تجد ما يحسد ولا يمارس هذا الشيء وهذا العمل حينما تدفع الحسد هذا تؤجر عليه أنت في عبادة وطاعة هذا يسمى جهاد النفس تجاهد نفسك لدفع الحسد لدفع مثلا هذه الأمور التي ينفخ فيها الشيطان حتى تكون واقع فاطمعني يا أخي الفاضل وأنت في عبادة عز من العين تقول للرقي الشرعية ممكن أرقي نفسي أو غيري وممكن أقرأ على الماء أختي الفاضل للرقي الشرعية بالآيات القرآنية بالأوراد النبوية بالأدعية المعروفة مشروعة وأفضل شيء إن الإنسان هو يرقي نفسه هو يرقي نفسه وإذا قرأت على ما سورة الفاتحة آية الكرسي يقول المعوذات مثلا طيب وتشربين وما في بأس أنك تستعينين بمن يرقيك إذا كانت مأمونة الجانب على السنة والاتباع وأمينة في هذا الأمر ما في بأس لكن أفضل شيء إن الإنسان يرقي نفسه لأن الله تعالى قال عما يجيب المضطرة إذا دعاه وقفة من العراق تقول بأنها يعني توفيت لها أخت تقول وصلوها بصابونة والصابونة هذه أخذتها جدتها تقول الآن ما ندري هل الصابونة هذه لو اغتسرت فيها تضرها أم لا يا وقفة الله يرضى عليك الأمور كلها بيد الله ويجوز للإنسان أن يلبس ثياب الميت ويجوز أن يغسل بالصابون اللي غسلوه فيه الميت ويجوز أن ينتفع بكثير بالأشياء التي تركها الميت ما فيها شيء الآن للأسف الشديد عادات وخزعبلات وأوهام ما أنزل الله تعالى بها من سلطان بعض الناس الآن يقول لك لا هذه ثياب ميت لا تلبسونا حرام هذا الكلام يجوز الانتفاع بها ويجوز التصدق بها على فقير أو مسكين ويجوز بيعها والانتفاع بثمنها كذلك أشياء الميت الصابون ومعجون الأسنان وبقية الأشياء وش اللي صار ليش الآن يقال والله يعني اللي غسل بصابونة الميت يجيه الموت يجيه المرض من يقول كلام هذا هذه خرافات يا بنتي الله يحفظك ويبارك فيك ولذلك اتركوا هذا الجهل اتركوا هذه الخرافات وانتفعوا بهذه الأشياء الصابونة اللي غسلتم فيها البنية هذه يجيه ستستعملونها في أي شيء من الأشياء بارك الله في مالها علاقة الميت هذا كان معنا في يوم الأيام يأكل ويشرب ومعنا ونحبه وش اللي خلق وش اللي يعني فرق إلا أن الروح سلت إلا أن الروح سلت ولذلك والدتك لما قالت بأنها قبلتها قبل ما يغسلونها تقول تحس فيه لا ما تحس خلاص لأن الروح سلت الميت بمجرد أن تخرج الروح ما يعرف أحد كما قال جوا وما أنت بمسمع من في القبور خلاص انتقل من حياة اسمها الدنيا إلى حياة اسمها البرزخ خلاص هذه حياة برزخية تتبع الدار الآخرة حياة غيبية ولذلك يجوز تقبيل الميت مشروع ما في شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله وأبوكر لما مات وأما أنه يعرفك أو يشعر بك هذا غير صحيح أيضا سألوا بأن هناك هل هناك شيء في القرآن اسمه تابعة طبعا ما فهمناها إلا بعد يعني مخاض عسير جدا يعني أخت الفاضل ما في شيء ما في شيء في القرآن اسمه تابعة ما في شيء اسمه في القرآن إذا الإنسان مثلا قرأه يجيه ظنى ما في شيء في القرآن اسمه تابعة إذا مثلا مات الميت تبعه مثلا شيء سورة في القرآن أو شيء كل هذا خرافات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان تقول والدة توقف بأن والدها ما يصوم ولا يصلي ما كان يصوم ولا يصلي تقول ماذا أفعل له اهتم بنفسك اعتني بنفسك يوم القيام عفوا اهتم بنفسك في الدنيا لأنك ستجدين هذا يوم القيام وسيتخلى عنك أبوك وأمك وأخوك وكل الناس يتخلون عنك يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يوم إذ شانه يغنيه يوم القيامة كل يبعث على لوحده كل يبعث لوحده الأم تشوف جنينها ما تكلم معه الأب يشوف ابنها ما يتكلم معه اهتم بنفسك بارك الله فيك فالعلمة لهم كلام في من مات وهو لا يصلي ولا يصوم لهم كلام طويل بعضهم يقول لا يترحم عليه ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه وبعض العلمة يقول مثلا إذا كان متساهلا متهاونا ما في بأس لو دعوا له وعملوا بعض الأعمال الصالحة وقفة تقول حصل لبنتها حادث وأخذ ودية تقول الدية هذه حلال لو تقاسمناها حلالي هذه من التركة الله يرضى عليك الآن الدية اللي أخذتها كم مليون نسيت والله قلتي لي هذه الملايين اللي أخذتها بعملتكم طبعا تقسمونها على قسمة الله عز وجل مثل الميراث مثل الميراث بارك الله فيك بالنسبة إذا ماتت عن أب وأم وإخوة فالأم تأخذ الثلث والباقي للأب والأخوة ما لهم شيء يعني بين الأب وبين الأم سامحونا لأن الوقت حقيقي عموما نختم بسارة سارة تقول بتقريبا من شهرين ولدت وتقول بأنها ما بدأت تصلي والآن تقول رجع لها من جديد ستة أيام سارة الله يرضى عليك الظهر عندك مشكلة مدام أن الولادة بعملية قصيرية كان الواجب عليك أخت الفاضل أن تسألي مبكرا جرت العادة النساء أنهن أقصى ما يمكن أربعين وفي من النساء ما يتجاوز الأربعين فإذا وجد الدم نفسه دم النفاس المعروف ما تغير فما في قول لأهل العلم هذا الذي تطمئن له النفس أنه يبقى نفاس لأن الشارع الحكيم علقنا بوجود الدم علقنا بوجود الدم ولذلك يبقى نفاس أما إذا تغير الدم أنت الآن تعرفين الدم ثم بدأ يأخذ الدم أشبه بالرعاف لا طهرتي أنت في مثل هذه الحالة انتقلتي من كونه نفاس إلى كونه استحاضة لأن عندك مشكلة أصلا أنت وهي العملية القيصرية على العموخة الفاضلة ممكن يعني الآن ما أستطيع أني أسألك في مجموعة أسئلة لكن العموخة من الآن صلي واستقبلي صلاتك إذا نزل دم الدورة تتوقفين إذا كان الدم الخفيف هذا تقضين هذه الأيام انتهى الوقت وانتهت الأسئلة إخواني وأخواتي أنا أعتذر منكم طبعا الأسبوع القادم لمدة ثمن أيام إلى تسعة أيام سأغيب عنكم لكن هناك حلقات تسجيلية بحول الله وقوة تستفيدون منها منها ما يتعلق في الأسئلة ومنها موضوعات يعني حسب طلب الأخوة المشاهدين ومشاهدات مدة تقريبا ثمن أيام إلى تسعة أيام أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعوه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة إمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي اشتركوا في القناة